السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم إن شاء الله غدا نشارك معكم وصفتين غنشوفوه إن شاء الله كوكيز حلو بحلاوة طبيعية وغدا نشوفو كذلك كوكيز مالح هاد الكوكيز مالح يعني ممكن أنكم يعني على حسب ضغطيكم ممكن تاخدوه إما مع ماءتاي أو ممكن كذلك أنكم ترفقوا بيها كالثلاطات أو تدروه كمقبلة يعني كيش يزوين بزاف 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 تمنى إن شاء الله الوصفتين يعجبوكم وكنعتذر لكم على هاد الغية بالطويل وكنشكركم بزاف على الرسائل اللي بعدتو ليا الله يجزيكم بخير وبسم الله على بركة الله مدوا في الوصفة اللولى كيف شفتورة غنستعمل فيها التفاح يعني غدا تكون حلوة تقريبا أنا استعملت مني دي لحبات دي التفاح لقشرتهم وقشرتهم وغدا نطحنهم وهما اللي غدا يخلطوا ليا إن شاء الله شوفان ديالي أنا استعملت تقريبا 500 جرام ديال الشوفان اللي هزت ليا هاد 8 ديال الحبات يعني هما اللي غدا يلعبوا دور ديال يعني غدا نغيروا بهم الزبدة والزيد والبيض استعملوهم يعني في بلاست البيض والزبدة سوفي هناك نخلط مزيان يعني كان بقى يعني كان بقى نزيد الشوفان بشوية 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 حتى كي يشرب يعني حتى كي يباليه بأن العجينة جمعات سوفي كنحبس يعني انتم ما طحنوا التفاح اللي موجود عندكم والشوفان بقوا كتزيدوه بشوية بشوية حتى تباليكم اللي توصل هكدا يعني جمعتها هكدا سوفي كنحبسوا غدا نستمها ان شاء الله بمعلقة ديال القرفة ونتو ما نستموها بش ما بغيتو وغا نستمها كذلك بجوز الهند اللي هو الكوك غا نستعمل تقريبا أنا ملعقتين وممكن يعني تستعملوا القياس اللي بغيتو ما تنسوش بأنه وراحته وتيشرب تيشرب يعني السوائل هنا غدا نزيد أنا يا الزبيب اللي كنرقدونا واحد شوية باش كتزول منو لانا كيدهنوه بالزيت كيلي تيدهنوه بالزيت البلدية اللي شريته بيو وكيلي كيدهنوه بالزيت الرومية مهم كننخليهم مرقد واحد شوية تنغسلو وكنا نرقد واحد شوية تنغسلو عادي كنستعملو يعني في جميع الواصفات ذاك الترقيدات تتجعلو أنه يعني لكانت فيه شي حاجرة تتمشي يعني حتى الغبرال وسخموي معده اللي تنشري ومتيكونش فيه الغبرة عادي تكون فيه غيديك الزيت اللي كتكون المهم هنا غدا رقق هاد الكويرات هادو رققهم لأن هاد الكوكيز هادا ما فيش لخميرة لبيض يعني ما غديش تنفخ ما غديش تشتت ما غديش هي تنفخ يعني كنرقوهم زيان باش كيجي نعليش كالكوكيز وكيجي رقيق هكذا كيجي بنين تبهنا أنا سخنت الفران درجة دي الحرارة ديالو تكون 180 شعلتو من الفوقو من التحت أنا مستعملش فرفارة في هاد الكوكيز هادا سفي تقريبا أنا أخدالي يا مويمة لحسب الفران ديالكم أنا أخدالي يا خمسة وعشرين دقيقة سفي كيولي علي هاد الشكل يعني أنا كان بغي يكون محمر مزيان كيكون رطيطة في الواسط وفي الجنيبات يكونوا مقرمشين إلا بغيتوا تزيدوه قرمشة خسكم زيدو ليه السكار يعني السكار هو لتيعت ديك القرمشة هنا هندوزو باش نوجدو الوصفة الثانية المالحة استعملت ثلاثة ديالكواب ديالشوفان زيتليهم هنا ربع كاس ديالزيت البلدية جنحاول لبس ديك زيت البلدية بهاد الرقائق الشوفان هدولنا المفضلين عندي كيعجبوني بزاف 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 هاد الكوكيز المالح وغدا نسموه ان شاء الله ضروري غدا نديرو الملحة هذا مالح وغدا نسموه ان شاء الله بالخضر المجففة اللي كنت تشاركت معاكم يعني البصلة والففلة حمراء مجففة زيتليها انا يا الزعتر زيتليها الزعتر وخليتها هاد المرة هدي جففت البصل كتر يعني البصل كتير بكمية كبيرة كيجي بنين بزاف هاد الخضر المجففة يعني تكتب النن لينا بزاف 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 ديالواصفات يعني كنت استعملت احتفو هاد الخبز جاب بنين بزاف لديد بزاف ما تخيلوش حال جاب بنين بهاد الخضر هادي نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها اسفل الفيديو لكنتو مهتمين يعني طريقة سهلة كنجفوغي في الفرن وصافي كيبغي شوية تصبر هاد تحضيرات بحال هاد تحضيرات مهم بالنسبة المكسرات او الحبوب اللي استعملت في هاد شوفان فاستعملت زريعة ديال القرعة استعملت زريعة ديال وردشم استعملت زنجلان استعملت الحبوب الخشخاش استعملت غنستعمل ان شاء الله حتى حبوب الكتان استعمل حبوب الشيا حتى هي هنا هاد المعالقة هدي ديال العسل ماشي ضروري يعني ممكن تستغنوا عليها انا استعملتها فقط باش يجيني محمر يعني بغيت هو يجي محمر من التحت ومن الفوق كيتهمني بزاف ديك تحميرا مويم ديك اللوين وحتى كيجي واحد الماضاق رائع بزاف كيخرج الماضاق ديال هاد الحبوب هادي كيخرج يعني كيولي بنين 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 بزاف مويمنا تنشكر فيه بزاف لانه كيعجبني داك شي هلاش بالنسبة الناس لانه كيعجبني انا كتر المالح كتر من الحلو مهم يعني انتوما بالنسبة الحبوب اللي عندكم ريلا عندكم غي حبوب الكتان مع حبوب زنجلان يهو حبوب السمسم فستعملوهم غير هوا يعني خاش غي شي حاجة اللي فيها الماضاق باش كتعطين باش كترفع من الماضاق تيل هاد الشوفان هادا بما اننا غنديروه مالح و هاد الكوكيز هادا كي بقيت ليكم را عندو استعمالات عديدة إلا بغيتوه يجوكم كخبز يعني غي تطرقوه مزيان 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 وتتنقصوا عليه الفران احنا هادل تشوفان هاد الكوكيز هادا غضا نطيبوه بطريقة ديال الأول يعني غنشعلو الفران درجة ديال حرارة دياله تكون 180 و غدا نخليوه تقريبا ما بين 20 دقيقة حتى 25 دقيقة يعني لحسب الفران ديالكم و لبغيتوه يجوكم كخبز كتنقصوا من درجة الحرارة يعني كتت الفرن يكون غير 160 باش كيتقرمش لناه كي ياخد فيها ديال الوقت يعني كتار من هادل احتر من هادا اللي درناه على شكل كوكيز وهنا كيف كتشوفوه من بعد ما يعني خلط جميع المكونات هنزت ليهم الماء كنين زوج ديال الطرق إما إلا بغيتوه يعني توجدوه بالسرعة فكتسخنوا الماء يعني خسل ما يكون ساخن دغيه دغيه يجمع ليكم كي يولي على شكل عجين إلا بغيتو يعني تسنوه يعني تخليه واحد ما بين 4 ساعة حتى 20 دقيقة حتى كي يولي معجن هكدا يعني على شكل عجينة فكتستعملوه غير الماء أنا استعملت غير الماء بحرارة المطبخ استعملت كوبين ديال الماء وسافي وغدا نشكل منهم كويرات وغدا نحاول نبسطوه يعني نفس طريقة ديال الكوكيز الحلو سافي كيف شتو إلا بقا كيتلصق لكم كتستعينو بشوية ديال زيت البلدية أو شوية ديال الماء اللي بغيتو وغير غادي طيب لي يعني الكوكيز الأول لغادي ندخل هادا حتى هوي طيب صافي من بعد ما بسطهم كاملين كيف شفتوه أنا ضروري خستو يكون مو يمن تنبغيها يكون أرقيق كي باش كيدخلتي يتحمر مزيان تيجي ما تيجيش معجن إلا خليته وغليت غادي جيكم معجن لانتو ما كيجي على هاتشكل ممكن يعني تديرو بي حتى صندويش بالسومو أو بالبيض بالسومو في ماء أو بالبيض تيجيزوين بزا بزا صافي ها هو كيف شفتوها هو طاب قدمتو هكذا على هاتشكل كيف قدتليكم إلا بخيتو ممكن في بلاست الزبيب تستعملو الشوكولة إلا ما كتبغيوش أنا كعجبني ذاك الزبيب مني كيولي شوية كاراميليزي إلا ما تبغيوش يكون ذاك بحالها ككاراميليزي فغيكة مني كتكونو كتبسطوفة ذاك الكوكيز تحاولو يعني تدفنوهم يعني تدرقوهم شوية راح ما كيوقع ليهم والو يعني ما كيت كاراميليزي وش كيبقاو رطيطبين وهناكي في شطورة نفس الكوكيز يعني حضرتو في نفس النهار درتوه هنا بالبانان بطحنت البانان ودرت فيها الكوكاو ودرت فيه شوكلاة مقطع قطع صغيرة يعني حتى هو نفس الطريقة ديال تفاح أتمنى إن شاء الله تجربوا هاد الوصفات ويعجبوكم تردوا علي الخبار كيف العدا وكن شكركم بزاف على التعليق ديالكم وعلى كلامكم الطيب الله يجزيكم بخير وإلى وصفة جديدة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة